تجسيداً لنزاهة العملية الانتخابية وتكريساً للشفافية وضمان توازن طرح البرامج الانتخابية للمترشحين لسباق رئاسية السابع سبتمبر حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ضوابطاً قانونية والتسامة أخلاقية لضمان تغطية إعلامية تكون بمستوى الحدث الهام الذي تنتظره الجزائر تعليمات كيفية وإجراءات الولوج إلى وسائل الإعلام لإشهار المترشحين للسباق نحو كرسي المرادية منطلقة قانونية وآليات صارمة من أعلى سلطة مختصة في ضمان نزاهة العملية الانتخابية حددت أوامراً وتعليمات إلى كل وسائل الإعلام المرخص لها بالممارسة والخاضعة للقانون الجزائري إعطاء حيز زمني لطرح برامج المترشحين الثلاثة بصفة منصفة ومتساوية عبر البرامج التلفزيونية وكذل الإنصاف في معالجة المعلومة وتغطية المترشحين أثناء الحملة الانتخابية من حيث الحيز الزمني ومواقيت وتدخل كل مترشح مع إلزامية مبدأ الصدقي وعدم الانحياز لأي طرف مع طلب توضيحات برامج المترشحين الانتخابية والتأكد من صحة المعلومات التي تبث والتي قد تؤثر على خيار الناخبين وذلك قصد تفدي أخبار كذبة إلزامية وسائل الأعلام بتغطية تكون في مستوى الحدث الهام يعتبر أمرا أساسيا في تقديم صورة جيدة عن الجزائر ما يتوجب أخذ تعليمات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بكل جدية من قبل وسائل الأعلام المتنوعة ترجمة نانسي قنقر